بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أهلا وسهلا بحضراتكم ونسعد بالالتقاء في هذا البرنامج المبارك حديث الروح ونخاطب فيه أنفسنا وأرواحنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحيينا بإذنه وذكره أيها الإخوة الكرام أمانات كثيرة ونعم كثيرة أولاها الله سبحانه وتعالى للإنسان والعبرة أن يدرك نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وأن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام وجودنا على هذه الأرض نعمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة قصد الله سبحانه وتعالى بها الإنسان أو من أول الأمر آدم عليه السلام قصد بها أن يحقق بذلك خلافته قال الحق سبحانه وتعالى من أول الأمر قال إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فكان الحق سبحانه وتعالى وكان له سبحانه وتعالى حكمة أن نكون في هذه الأرض وهي الاستخلاف والاستخلاف يجعله الله سبحانه وتعالى لنعمر الأرض ولنعبد الله فيها ولنزكي فيها أنفسنا فنكون بذلك عند الله سبحانه وتعالى من المقبولين أيها الإخوة الكرام الأرض التي نعيش عليها أمانة وقد جعلنا الله سبحانه وتعالى مستخلفين عليها ومعنى أنها أمانة أننا يجب علينا أن نشكر هذه النعمة وأن نوفي بحق هذه الأمانة فإذا سألت كيف يكون ذلك كيف يكون شكرها وشكر النعم يكون بذكرها وبالعمل على شكرها كما قال الله سبحانه وتعالى لآل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الأرض نعمة وتسخيرها بهذه الصورة نعمة وعلى الإنسان أن يذكر هذه النعمة ويشكر هذه النعمة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مزللة مسخرة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فلابد أن نتفاعل مع الأرض بهذا النحو بالسعي والاستثمار والتعمير فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور جعلنا الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض وكثير من الناس يحجب عنه من كثرة إلفه لهذه النعمة أنه يجب عليه أن يعاملها بحقها وأن يتق الله سبحانه وتعالى فيها جعلنا هنا لنصلحها ونستسمرها ونحييها ونعمرها لا كما يسعى في ذلك المفسدون لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الأرض أمانة ووجودك على هذه الأرض وجود استخلاف ومعنى أنك خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض فيجب أن ترعى الله فيها فهنا تقيم تعميرا وهنا لا تفسد بشيء والأمر الأكبر من ذلك أن تستشعر أن هذه الأرض كائن مسبح لله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ومن ذلك هذه الأرض التي نعيش عليها فلا نهدر حقها ونعمرها ونسعى في استثمارها على حسب ما أمر الحق سبحانه وتعالى وننتهي عن أي نون من ألوان الفساد فيها والله سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين شكرا لحضراتكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين